طيب هنروح للخبر اللي بعد كده كان خبر يا الحقيقة يعني يعني زعاننا كتير وكنا تابعناها على سوشيال ميديا وهي لعبة رفع الأسقال نهلة رمضان يا جماعة لو في صورة أنا ممكن ما تبقاش جهزة ولا حاجة أشكركم يا جماعة والله بجد نهلة رمضان دي يا جماعة خشوا كده على جوجل وكتبوا نهلة رمضان رفعات رفع الأسقال دي حاجة أهي يا سلام يا نهلة والله بتفكرنا بأيام نهلة دي من أعظم لعبات رفع الأسقال في مصر على التاريخ على مدار التاريخ للأسف نزل بسط وانتشر ونزلوا للعيبة زميلها وكتبوا عن حالتها الصحية بتتدهور بشكل كبير جدا هي في اسكندرية ومن اسكندرية وهي طريحة الفراش بشكل كامل وعندها أمراض شديدة يعني أمراض قوية يمكن يعني آخرها كان يعني الزبل حمرة عمل التيبس في المفاصل وطريحة الفراش بالكامل والله يا نهل ربنا يشفيك من كل قلوب نعل طبعا حصل مناشدات للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة ان دي مسيلة مصر دي لندن عشرين عشرين عشر ان هي مسيلة مصر وماينفعش يحصل معها كده ومحتاجة عن رعاية لوحديها لان فيه فيه رعاية طبية ماينفعش تبقى فيه رعاية مع مجموع عمر ماينفعش لازم تبقى رعاية فردية وبالفعل الدكتور أشرف صبحي تدخل احنا عرفنا كده وبيتبع صحالة صحية للربعة المصرية نهر رمضان بنفسه وطبعا نقلها احد المستشفيات في مدينة الاسكندرية وبتلقى الرعاية في قضة فردية معها مرافق لان طبعا هي ما كانت محرومة بيبقاش معها مرافق قصة ان هي طريحة الفراش بالكلمة وطبعا نهلة شاركت في ألمبياد أثينا 2004-2012 وبعد كده دخلت في حالة اكتئاب كبيرة انا مش عايز اقول لكم قد ايه الحاجة الموضوع ده اثر فيها جدا جدا ونهلة رمضان كانت من الربعات ان انا كنت بحب تفرج عليها جدا كان عندها عزيمة واسرار ربنا شفيها ربنا قادر على كل شيء يمكن الاهتمام الاعلامي اللي حصل الكبير بيها واهتمام الدكتور أشرف صبحي الحقيقة نفسي يروحي زورها بجد يعني انا عارف مشاغله كبيرة الدكتور أشرف صبحي ولكن انا بتمنى انه يخطف رجله كده لو هو عنده زيارة او حاجة ويروحي زورها هتبقى ليها معنويات كبيرة جدا عند هذه البطلة والربعة يعني لان ما تحس ادي الدولة المصرية دايما بتقف جنب يعني ابطالها اللي مثلوها واللي شرفوها هترفع من حالتها النفسية وخلي بالكوا الامراض اللي عندها محتاجة حالة نفسية جيدة فاتمنى يعني طبعا من الدكتور أشرف صبح ان يزورها وانا متأكد ان ده ممكن يحصل لان هو منش هتأخر في الحالة الإنسانية دي ألف سلام عليك يا نهل ألف ألف سلامة وإحنا هنا من قناة النادي الأهلي وبرنامج الأبطال كل البرنامج بكل القناة نتمنى لك الشفاء العاجل ونتمنى لك إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعتيني تنوري الملاعب وتدي خبراتك اللي انت اكتسبتيها في كل السنوات اللي فاتت لللي بعدك بإذن الله كده نكون خلصنا أخبارنا هنروح لفاصل وبعد الفاصل هنستقبل أبطالنا وبطلاتنا في لعبة القراتي أبطال بطولة الجمهورية الماضية ولكن بعد الفاصل